الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم يا شيخ ما حكم المزح ببعض الألفاظ الشرعية الحمد لله رب العالمين هذا مزلق وخيم ومسلك خطير جدا يجب الحذر منه الحذر الشديد ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا فإن من جملة نواقض الإسلام العشرة التي نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى وأجمع على أنها من جملة ما يوجب للعبد الردة عن الإسلام أن يسخر بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من أسماء الله وصفاته أو بشيء من دينه وشريعته ووعده ووعيده وثوابه وعقابه أو أن يسخر بعباد الله المؤمنين يعني على أنهم التزموا بالإسلام فيهو يسخر من دينهم ومن الشريعة فإذا وقع الإنسان في شيء من ذلك فلا جرم أنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية لأن الاستهزاء بشيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وردة يعتبر كفرا وردة قال الله تبارك وتعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآيات فلا يجوز هذا الأمر مطلقا فلا يجوز أن نتخذ آيات الله هزوا ولعباء كأن يقول الإنسان ما ذكره السائل الكريم فإن هذا من جملة السخرية بالقرآن الذي ما نزل إلا لهداية الناس ودلالة الناس على أقوم السبل كتاب فيه الهدى والشفى والفرقان والحق والنور فهو نور وروح لا ريب فيه هدى للمتقين كتابا مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله كتاب هو روح ونور كما قال الله عز وجل ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والآيات في هذا المعنى كثيرة ثم يأتي بعض السفهاء يسخر من هذا القرآن الذي أنزل على حزن والذي هو كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هذا كله سخرية بكلام الله عز وجل وبوعده ووعيده وآياته ومحكم تنزيله وهذا كفر وردة لا جرم أن هذا من الكفر والردة ففاعل ذلك حقه أن يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتد ولا ينبغي أن نتهاون في مثل ذلك لأننا مهما تهاوننا فإن الناس لا يقفون عند حد بل سوف ترى من صور الاستهزاء والسخرية أعظم من ذلك فالواجب أن نأمر من يقع في شيء من ذلك بالتوبة والإنابة والندم على ما مضى من هذه الألفاظ الكفرية والأقوال الشركية التي لا يحبها الله عز وجل ولا يرضاها من عباده وهي من زلل اللسان الذي روبما يهوي بسببه في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وهو لا يدري عن مبلغه ولا يدري أنه سيصل به إلى هذه النتائج إذن إياكم يا إخواني من سقطات اللسان إياكم من سقطات هذا اللسان فإن أكثر ما يدخل الناس النار يوم القيامة حصائد ألسنتهم وأعظم شيء يلج به الناس يوم القيامة تلك السقطات والهفوات التي ينطقون بها وهم لا يدرون عن مبلغها الذي ستبلغه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة ويقول صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سقط الله لا يعلم مبلغها يهوي بها في النار سبعين خريفاً وفي رواية أبعد ما بين المشرق والمغرب فالواجب أن تأمروا هؤلاء بالاستغفار وبالندم بعدم العودة لمثل هذه السخرية بكتاب الله عز وجل فإننا إذا سخرنا بالقرآن فأي شيء يبقى لنا في هذه الدنيا وأي شيء يحترم بعد أن يسخر المسلم بكتاب الله عز وجل كتاب أمرت بالإيمان به حقه أن تعظمه وأن تقدره وأن تنزله منزلته كيف تجعل ما أمرت بأن تؤمن به مثاراً للسخرية والفكاهات والضحكات منها هنا وهناك فهذا أمر لا يجوز فالواجب علينا جميعاً أن نتقي الله وأن نعظم كتاب الله وأن نقدسه وأن نقدره وأن ننزله منزلته فإنه كلام الله عز وجل وهو آخر الكتب وأعظم الكتب والمهيمن على الكتب وهو أفضلها وأرفعها عند الله عز وجل قدراً ومنزله فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وفصل ما بيننا هو الجد ليس بالهزل لو أنزل الله هذا القرآن على جبل لرأيناه خاشعاً متصدعاً من خشية الله وكذلك يفعل في قلوب الصالحين ما ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة فكيف نجعل كلاماً بهذه المثابة كيف نجعله مثاراً للسخرية والاستهزاء فنسأل الله أن يعافينا وإخواننا من كل ما يوجب الكفر والردة والله أعلم ترجمة نانسي قنقر